كون لكم تتذكرون أن يسعد رب راب اللي كان سجنه القيد الصالح أطلق صراحه في 31 ديسمبر 2019 يعني بعد 8 أيام من اختيال القيد الصالح وبعد أقل من 20 يوم من مجيء تبول مزور 18 يوم بالضبط اليوم تخرج معلومات ومعلومات مؤكدة ومنتشرة على منطاق واسع أنه باش خرج دفعوا أولاده 75 مليار سنتيم لأحد المقربين من تبون واللي ذكر الخبر ربما يشير إلى أحد أبناء تبون لكن المهم لأكيد أنه أحد المقربين من تبون 75 مليار سنتيم دفعات باش أطلق الصراح يسعد رب راب طبعا يسعد رب راب كما تعرفون تمت الإيطاحة به من طرف أبناءه وتم منعه منع مطلق من القيام بأي بيزنس رأوا في حالة ديبريسيون الناس اللي عارفين ومقربين من هذا الموضوع في حالة كآبة شديدة قد تسمعون بموته في أي لحظة بعد أن تمت نحاول الإمبراطورية اللي هي إمبراطورية جزء منها كبير هي من أموال الشعب الجزائري من أموال البنوك اللي كان يحط فيها توفيق وتواتي وآخرين كان يحطوا أموال البنوك المنهوبة ويعطوها اللي يسعد رب راب باش يبيضها هم شركاء من وراء من الخلف مجموعة كبيرة من الجنيرالات في هذه الشركة يعني في تلك الفترة الآن ما نشعارف وراء يواصل أمورهم لكن أكيد أن فيها الجنيرالات يكونوا من الخلف لأنه ما كانش واحد يقدر يدير ليهم بيزنس أو شركات وشفناها في المحاكمات حداد وطحكوت وجدنا أنه سواء والسلال كان شريك في شركة علمي شركات تركيب العجلات نفخ العجلات مثلا أبناء كبار الوزراء وكبار الجنيرالات يحطوهم شركاء في هذه الشركات ومرت جنيرالات مباشرة مباشرة مثلا كمال مولة هذا مباشرة أجزاء من الأموال اللي ينهبها جبار مهنة وأنا كنت خصص لها حديث قبل حوالي شهرين منها الأموال اللي ينهبها من أهل النحية العسكرية الأولى خاصة منطقة المدية والبليدة والعاصمة في شركات هذه التعاكمة المولة فيسعد الربراب كان نفس الشيء كانت أموال لنهبات من البنوك أو من الناس اللي كانوا يدرون لهم طبعا قرامات ويدرون لهم وعطيت له لكن يسعد الربراب ينتهي به الأمر أن أبناء يطيحون به ويتم تجميده تماما ويدخل في حالة كآبة شديدة ويمنع منعا مطلقا من القيم بأي بزنس هذا إذا ربما ما منعش حتى أن يخرج للخارج باش ما يصرحش وما يتكلمش أو إذا ما حطوش في مستشفى على أساس أنه منتهي خلاص ترجمة نانسي قنقر